اشتركوا في القناة اوكتوبليس كما تعلمون فهي متخصصة في هواتف الالجي التفليش وفاكشفرة وازالة حماية اف اربي لم تنجح والغريب في الامر ان في اخر المطاف تم حل حماية اف اربي بدون انترنت بدون واي فاي بدون اي برنامج بحركة بسيطة وهذا يعتبر امر غريب وعجيب جدا جدا سنجرب امامكم المسألة اذا لاحظوا معي فهذا الهاتف حتى تكون الامور واضحة سنقوم بالاتصال بالواي فاي حتى ترون بانه اصلا هو عليه حساب او جوجل اكونت ان صح التعبير نعم سنتصل بالواي فاي اذا لاحظوا معي بهذا الشكل احيانا هناك بعض التغارات انا لا اجد لها تفسيرا في طريقة ازالتها ويعني صعبة يعني الصعبة جدا يعني لم اجد لها اي حل نظام عن حماية يعني يملع من تثبيت اي تطبيق حتى ولو قمت بعمل بعض التغارات تعمل على اصدار قديم ولكن هذا الاصدار لا تعمل معه اي تغرب اذا لاحظوا معي فهو عليه حساب الامر بسيط نعود نعود هكذا يفضل انه نفصل الانترنت لاحظوا معي بهذا الشكل لاحظوا معي التغرى بهذا الشكل بطريقة اسبعين ضغطة واحدة ضغطة هنا وضغطات مستمرة لاحظوا معي هكذا لاحظوا معي لاحظوا معي لاحظوا معي غريب اتمنى من الخبراء ان يشرحوا لنا هذه الظاهرة انا شخصيا انا نعمل في اي هواتفا النقالة اقوم باصلاحها ولم افهم والله لم افهم ماذا حدث الان يعني غريب جدا الان لاحظوا معي الهاتف فتحها بشكل عادي وطبيعي وهذا غريب جدا جدا اذا سنذهب لازالة الحماية بشكل نهائي لاحظوا معي تم التفعيل يعني تم تفعيل وضع المطورين لاحظوا معي وسنقوم بازالة الحماية هكذا ونقوم بعمل هارد ريسات للهاتف بشكل عادي وطبيعي وهذا صراحة غريب والله هناك بعض التغارات غريبة جدا جدا وخصصا في هواتفا الالجي وين كما تشاهدون فالمسألة بسيطة ولم نستخدم لا انترنت ولا برامج ولا كمبيوتور فقط بضغطتين بهذا الشكل يعني الضغطة هكذا وهكذا ضغطة هكذا مطولة هذه تابتة وهكذا وهكذا تنحل أو يتم إزالة حساب جوجل أكون بتواني في تواني بدون انترنت تغرغة عجيبة والله أنا أسميها تغرغة عجيبة غريبة بدون بوكس بدون انترنت والسودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصراحة لا أعلم لا أعلم هل هي تشغل مع جميع أنواعها وتبقيت جدا أعلم والله ترجمة نانسي قنقر